من طرابلس في الشمال اللبناني ينضب إلينا الأستاذ مصطفى علوش القيادي بتيار المستقبل أستاذ مصطفى كيف تقيمون إمكانية تشكيل حكومة في ضوء الواقع الذي تعيشه لبنان الآن في ضوء التظاهرات التي يشهدها الطريق أو الطرقات المؤدية إلى قصر بعبدة هل سيعاد النظر في مسألة تكليف سيد سعد الحريري بتشكيل هذه الحكومة هل سيعيد الرجل أصلا النظر في هذه المسألة من جديد نراقب أن المظاهرة عند تجارك على مدى 14 يوما وأنزلت تقريباً لبنان إلى الشارع أكدت عن معطيات واضحة هي أن منظومة السلطة في البنان لا يمكن أن تستمر كما هي وعليه أن يكون هناك حركة جدية وعميقة لتأمن المكتفى وتتمكن عطاق السلطة اللبناني وأتفاهم صعب الشريطة يوجد سيد السلطانة وقدم السلطانته على أدرس أن الاستفاق عن حكومة تكون طاقية باللبانيين من خلال شخصيات غير ملوثة لأنفسام وأنفسام على عطاق الأمور هذا هو الهدف وهذا هو النظر الذي يمكن أن يكون نوع من الاستقرار ما قيل أستاذ مصطفى أن الرئيس سعد الحريري ربما سيقبل بعادة تكليفه بهذه الحكومة لكن بشرط أساسي مفاده أنه لن يقبل إلا بحكومة مصغرة تتجاوز بعض المسائل الطائفية أو المحاصصة السياسية وتستثني أيضا بعض الشخصيات وربما من بين ما قيل كان سيد جبران باسيل على رأسها اليوم الرسالة تأتي من التيار الوطني الحر بأننا لازلنا نشكل رقما مهما في هذه المعادلة والسيد جبران باسيل بنفسه يبدو أيضا أن له من الثقل ما يسمح له بأن يقدم ما يمكن وصفها بالإملاءات مثلا نعم هذا ما كنت أريد أن أقوله أن هذه المظاهرة هي أتت لتعقز عباءة عماد باسيل عون يتغطي بها جبران باسيل ليكون أيضا أن الوثيل في القلسة بشكل مباشر ودائم بالحين يستأتي انتخابات في عاجة التنمورية الطابلة ويعتبر طبعا نفسه جبران باسيل عن وغيث الشرعي لذلك يعني قد تكون هذه المظاهرة الواجهة مباشرة إلى رغبات الرئيس الخريري وتقول له أن معادلة أي فقومة ما يستطيع جبران باسيل موجودا تستطيع غير قائمة لأن مقابل الشارع أنه يطالب يدخل جبران باسيل هذا ما يكتارع لطالب جبران باسيل إذن الآن دخلنا ربما عدنا إلى نقطة قصر وهذه المظاهرة ستعطف نعم إنتاج حكومة سقنة عن المانيين ولم تساحل الخيارات طيب طيب إذا هو هو يعني أوكل تشكيل الحكومة نعم هذه نقطة مهمة وربما هي التي تشكل الأساس أصلا الذي يمكن الحديث بشأنه بخصوص هذه التظاهرة